وفي ذات المضامين الحكومية وبعد تحديد قضاء دجيل من بين الوحدات الإدارية الأكثر فقرا بمحافظة صلاح الدين حسب مؤشرات وزارة التخطيط بعدد العوائل التي تعيش تحت خط الفقر فقد شرع مكتب الرعاية الاجتماعية لقضاء دجيل وبلد بزيارات ميدانية إلى العوائل المتعاففة لشمولها برواتب الإعانة وحسب التوجيهات المركزية بهذا الخصوص فاضل الأنصار والتفاصيل بعد تحديد قضاء دجيل من الأقضية الأكثر فقرا بمحافظة صلاح الدين حسب مؤشرات وزارة التخطيط بعدد العوائل التي تعيش تحت خط الفقر شرع مكتب الرعاية الاجتماعية لقضاء دجيل وبلد بزيارة ميدانية للعوائل المتعاففة لشمولها برواتب الإعانة توجيه من السيد محافظ صلاح الدين الشيخ اسماعيل الهلوب قامت الرعاية الاجتماعية بمسح ميداني وزيارة لقضاء الدجيل وذلك لمعرفة الأشخاص الذين يستحقون الرعاية الاجتماعية حيث هناك 4700 عائلة تحت خط الفقر ونحن بدورنا كحكومة محلية باشرنا بمساندتهم ومساعدتهم وتسهيل كافة الأمور جميع الفقراء في قضاء الدجيل والبالغ عددهم حسب وزارة التخطيط ونتائجها 4600 عائلة كعدد كل 1600 عائلة همم للدجيل ان شاء الله اليوم سنبدأ نزورهم في بيوتهم وعليهم تحضير المستمسكات المطلوبة حسب الاعلانات التي اعلنها على موقع الدائر الرسمي وان شاء الله نحن جاهزين نحن وباحثين لهذه المهمة فيما اكد فريق الرصد الميداني ان اكثر من 4000 عائلة مشمولة برواتب الاعانة الاجتماعية بقضاء الدجيل والقصبات التابعة له وسيتم تسجيل جميع العوائل المشمولة من خلال فرق البحث الميداني التي تقوم بحملات من دار الى دار لانجاز معاملات الفئات المستحقة انا في منطقة حي الطين لقضايا الدجيل المسح للعوائل اللي شده فقرا مهتوجي من معالي السيد وزير المحترم ونحن نحن بهذه العوائل دا شوفوه انت امامكم اللي عمست الحاجة للمعين والرعاية والرعاية بالحماية الاجتماعية وان شاء الله احنا مستمرين بعملنا من منطقة لمنطقة ومنطقة الدجيل الشمول اللي قدمه حوالي 4700 اسرة باعتبار ان قضاء الدجيل ظهر بالمسح الميداني هو المنطقة الاشد فقرا لذلك اليوم توجهنا زيارة القضاء الدجيل ونحن حاليا في حي الطين لزيارة العوائل اللي اشد فقرا في القضاء وان شاء الله نقوم بخدمة هاي العوائل هذه الاجراءات تهدف الى شمول اكبر عددا من العوائل المتعففة التي تعيش واقعا معيشيا صعبا لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الانصاري قضاء الدجيل